موسكو من أوائل الدول التي صرحت ببعض التصريحات عما يجري الآن في الشارع السوداني لكنها ذكرت أنها تأمل في عودة الأمور إلى المصاري الدستوري والدستور عطلة يا يوسف ضعنا في التفاصيل نعم موسكو هي أولى العواصم الأوروبية التي علقت على تطورات الأخيرة في سودان التعليق الأول كان عن طريق رئيس اللجنة الدولية للعلاقات في مجلس الدومة كوستاتشوف الذي كان تعليقه ساخنا نوعا ما بحسب وصف الصحافة الروسية الذي وصف التطورات الأخيرة في السودان بأن انقلاب وبأن موسكو ترفض تغيير الأنظمة خارج الأطر الدستورية ثم جاء تعليق من الرئيس أو المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف وقال بأن ما يحدث في السودان هو شأن داخلي يتعلق بالشعب السوداني وقال بأن الكريملين وروسيا تأمل بأن تتجه الأوضاع إلى الأطر الدستورية تصريحات وزارة الخارجية كذلك لم تكن أقل أهمية من تصريحات الكريملين المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروف علقت على هذه المسألة وقالت بأن روسيا تأمل بأن ينتهج الشعب السوداني والجهات الحاكمة في سودان الطرق السلمية والديمقراطية لانتقال سلس وديمقراطي وأن يبتعدوا عن العنف خشية وقوع قتلى في صفوف المدنيين ربما هذا التعليق ما أخذته وسيل الإعلام أجنبية وروسية خاصة وأن الخارجية الروسية عقبت بتعليم إلى المواطنين الروس بعدم السفر إلى السودان الكثير من الخبراء يرى بأن روسيا تمتلك بعض المعلومات بأن الجيش السوداني يمكن أن يستعمل القوة في الآونة الأخيرة لقمع المتظاهرين ربما هذا ما يتنفى مع الأطر الدستورية للسودان هذا التعليق الأخير من وزارة الخارجية الروسية كذلك كما قلنا يأتي بعد تعليقات الكريملين التي قالت بأن ما يحدث في السودان هو شأل داخلي وبأن موسكو تأمل بأن ترجع الأمور إلى الأطر الدستورية ينام يوسف